السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء الصف الثالث من مادة التربية الإسلامية الدرس السابع عشر سورة الزلزلة في البداية سوف نستمع إلى آيات كريمة من سورة الزلزلة وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاثا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال دروة خيرا يرى ومن يعمل مثقال دروة شر يرى صدق الله العظيم سورة الزلزلة هي سورة مدنية ماذا نقصد بكلمة مدنية؟ مدنية أي أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وتقع في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم عدد آياتها ثمان آيات إذن سورة الزلزلة يجب علينا يا ثالث أن نكرر الآيات ونقرأها قراءة صحيحة الآن وسوف نفسر آيات سورة الزلزلة ونتعرف على اسم سورة الزلزلة ولماذا سميت بسورة الزلزلة الزلزلة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها والزلزلة اسم من أسماء يوم القيامة ويوم الحساب ويوم البعث والقارعة والواقعة إذن الزلزلة هو اسم من أسماء يوم القيامة يوم البعث يوم الحساب القارعة الواقعة أسماء متعددة ليوم القيامة كما ذكر في سورة القارعة أيضا هو اسم من أسماء يوم القيامة